منذ لحظات الانقلاب الأولى لا تتوقف محاولات إسقاط مأرب والسيطرة عليها من قبل الميليشيات الحوثية حيث مثلت لهم المحافظة الغنية بالنفط والغاز هدفا استراتيجيا واقتصاديا عسكرية ونتيجة تحولات دراماتيكية متسارعة تصدرت مأرب المدن اليمنية في مقاومة مشاريع الميليشية وباتت وجهة للهاربين من جحيم الموت ومنطلقا للمشروع الأبرز استعادت الدولة ودحر الانقلاب مجددة الدور التاريخي والنضالي في مواجهة الاستبداد الإمامي طبعا مأرب هي الصخرة التي تحطمت عليها أهداف المشروع الحوثي وستظل مأرب هي الحاضنة للجمهورية ست سنوات والمدينة تسابق الزمن محققة إنجازات متواصلة في ملفات كثيرة أهمها الاقتصادي والتنموي كنتيجة للاستقرار الأمني التي تتمتع به دون غيرها من مدن البلاد حتى أصبحت المكان الأكثر مناسبة للإقامة والعمل والاستثمار غير أن ثمت تحديات كبيرة تواجهها مأرب تضاعفت مؤخرا مع احتدام المواجهات العسكرية واقترابها من تخم المحافظة لا شك بأن الضغط على مأرب في الأيام الأخيرة زاد ويحتاج إلى مساندة من قبل الحكومة الشرعية التي تتغافل أو غير موجودة على أرض الواقع في مساندة مأرب في هذا الوقت العصيب بالنظر إلى ما تعيشه مأرب من مظاهر الحياة والاستقرار رغم الحصار وهجمات الميليشيا الإنقلابية وتوقلها في بعض مديرية المحافظة تبرز مخاوف حقيقية جراء التصعيد العسكري الأخير الذي يخشى أن يتغير معه واقع المدينة إذا ما تواصلت العمليات العسكرية بهذه الوتيرة دون تدخل جاد وفاعل من الشرعية وحلفائها لحماية النموذج لأنجح في مناطق الشرعية وهو ما يأمله الجميع هنا ست سنوات منذ الانقلاب ولا تزال المحافظة هدفا استراتيجيا للميليشيا حيث تسعى بكل إمكاناتها العسكرية واللوجستية والإعلامية للسيطرة عليها خير أن مأرب نجحت كل مرة في كسر زحف الميليشيات وإفشار مشاريعها خليل الطويل قناة بلقيس مأرب